موسيقى موسيقى اهلا بكم اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم اهلا بكل اصدقائي واصحابي وكل مشاهدي القناة هنكمل برضو مع بعض وقلنا لكم ان احنا في عهد ووعد ان هنجيب لكم كل اللي بيحصل لحظة بلحظة في نفس الساعة وفي نفس السانية وفي نفس اللحظة وفي نفس اليوم اه اي حاجة عن الزلازل وعارف تاني وبقى اكرر احنا هدف القناة مش هو اخبار الزلازل فقط وقلنا في اخبار كتيرة جدا حول العالم مهمة ولكن قلنا اخبار الزلازل هي التي تفرد نفسها لانها تمس حياة اه الشعوب وتمس ارواح الشعوب فبنهتم بيها اه جدا بالذات مع تداول التوقعات والتنبؤات وال اللي هما بنسميهم خبراء الزلازل والجيولوجيين عن حدوث حدث عظيم او هائل بسبب هذه الزلازل واللي بيخلينا نبدأ نمشي وراهم ان بتحدث اه بالصدفة او بالعلم توقعاتهم تتحقق اه وبتم فعلا كمان مع اه الحاجة الغريبة ان احنا دلوقتي داخلين على تسعتاشر الف زلزال في خمسين يوم في تركيا ودينا شفنا ان في دول تانية نفس اه كمية او نفس اه قيمة القوة زلزالية زي اللي حصل في باكستان بالامس اه سبعة وسبعة من عشر درجة وما حصلتش التوابع اللي بالالاف يعني حصلت حوالي عشرين تابع اه وكلهم اتنين درجة وحاجات كده ولكن ما وصلتش نهائي حتى لتلاتة ولا لاربعة ولكن زلزال تركيا المحير تسعتاشر الف زلزال وهز خلال خمسين يوم وده المحير جدا كمان معنا النهاردة اربع دول اه يضربهم زلزال او زلازل بقوة كبيرة جدا يعني فوق الست درجات اه فهنشوفهم واحنا في الدقائق الاولى من يوم الخميس من اول يوم في الصيام رمضان يضرب تركيا ايضا اه زلزال في الدقائق في اول دقيقة او اول دقائق في هذا اليوم الخميس 23 مارس وطبعا قلوبنا مع الناس اللي اللي بتصوم والناس اللي هيبقى في معاناة غير عادية لها فندعو لكل الشعوب التي تعاني ندعو لكل الشعوب البريئة التي تعاني ومن فضلك قول اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء معانا كمان اردغان بيسألوه عن زلزال اسطنبول المتوقع وكان اجابة غريبة جدا منه فيلا نشوف التفاصيل وقبل ما نبدأ بفكركم دايما بعمل الاعجاب واللايك للفيديو كمان يا جماعة انشروا الاخبار في كل مكان شاركوا الاخبار مع اصدقائكم انشروا فلسفة الثقافة العربية في كل مكان ولو حضرتك جديد معنا وعندسي وصل لكل جديد ياريت تشارك في القناة هتدوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب على اشتراك او سبسكرايب سيصل كل جديد في كل ساعة وكل لحظة على مدار الاربعة وعشرين ساعة يلا بينا نشوف ماذا تم في اول دقيقة من يوم الخميس تلاتة وعشرين مارس عندنا الاول بس عايزين ناخد تعليق اردوغان عن زلزال اسطنبول المتوقع وده في جريدة كنوز التركية واده اسم الجريدة وهنا يوم تلاتة وعشرين مارس الفين تلاتة وعشرين يوم الخميس اردوغان يعلق على زلزال اسطنبول المتوقع وبيقول ايه علقه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على زلزال اسطنبول المتوقع جاء ذلك بمقابلة متلفزة تمت بالامس يوم الاربعاء تطرق خلالها الى مواضيع داخلية وخارجية وقال الرئيس اردوغان لما سألوه قال لهم هناك تهديد بالفعل عن زلزال اسطنبول لكني لا ارى ان من الصواب التهويل في الامر لان طبعا الناس قالت لو زلزال اسطنبول ومرمرة جهب بنفس القدرة اللي بيقولوا عليها تمانية ولا تسعة او عشرة الكلام ده ده سألت ان تركيا كده تنهار هو بيقول لا مش ما تهولوش في الامر لكن هو فيه تهديد بالفعل وهنا اقر اردوغان من العلماء ان فعلا فيه تهديد قطير لان فيه صدع كبير جدا جدا والصدع ده لازم هيتملي او هتقع عليه الصفائح الاخرى وبالتالي لو حصل زلزال اسطنبول انا بقول لكم تركيا مش هتقوم لها قومة الا بعد عشرات السنين لان كل الاقتصاد موجود في اسطنبول ولو حدث هذا الزلزال هيبقى مدمر اكثر بكتير من اللي حدث في 6 فبراير فهو اردوغان من حق ان هو ما يرعبش شعبه ولكن هنا اقراره يعني الكلام اللي بيقوله الخبراء والعلماء فهذا التهديد انه هناك تهديد بالفعل فده معناه ان فيه بيانات بتقول ان فيه زلزال قريب هيحدث في مرمرة او في اسطنبول وبيسموه الزلزال العظيم معنا بقى كمان دلوقتي لو بصينا على خريطة الزلازل هنجد الزلازل همه جدا يا جماعة منها زلزال حدث من لحظات في تاجكستان في تاجكستان خمسة وتسعة من عشرة درجة وده يعني ست درجات فده يعتبر من الزلازل الخطيرة جدا وانا بكلمكم يعني جيز الزل حالا دلوقتي ونشوف جيه فين نعمل وهو في نعمل في نويزلند خمسة وواحد من عشرة في نويزلند وغير الزلزال اللي في ايران برضو الان اا وقوته خمسة وواحد من عشرة فاذا الزلازل دلوقتي كبيرة كبيرة بمعنى خمسة وستة وخمسة وواحد وخمسة وتسعة من عشرة دي زلازل قوية جدا جدا مع الزلزال اللي جيه ستة ونص في الارجنتين النهاردة اللي هو آسف بالامس يوم الاربع مساء ستة ونص في الارجنتين فده برضو يعتبر خطر جدا نروح بقى لتركيا الارض تواصل انتفاضاتها في تركيا وزلزال وزلزال يضرب نكبر الخط علشان حضراتكم ادي قدامكم الخبر من جريدة البيان وهو هيبقى تاريخها واحد رمضان 1444 هجريا 23 مارس 2023 ملاديا يوم الخميس فاول دقيقة من الخميس الارض تواصل انتفاضاتها في تركيا وزلزال 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 يضرب ولاية ملاطيا وهنا التاريخ 23 مارس التاريخ اهو الخميس 2023 ضرب زلزال بقوة 4 و4 درجات على مقياس ريختر مساء الاربعاء هو ومش مساء هو الساعة 12 ودقيقتين 3 من يوم الخميس منطقة ياشليورت بولاية ملاطيا وسط تركيا وذكر ابيان صدر عن رئاسة ادارة الكوارث افاد ان هادزة ارضية بقوة 4 و4 من 10 درجات وقع في ملاطيا عند الساعة 22 43 بالتوقيت المحلي اللي هي لو زودنا عليها ساعتين هتبقى الساعة تقريبا 12 و43 الصباح اللي هو بداية او فجر يوم الخميس واشار البيان الى ان مركز الزلزال كان بمنطقة ياشليورت على عمق 7 كيلو متر تحت سطح الارض وكان زلزالان مدمران بقوة كذا وكذا هيجيب اللي حصل في القديم وان عدد الوفيات اكثر من 50 الف وليه تاني بنجيب زلزال او هدزة بقوة 4 و4 من 10 في تركيا علشان ان 4 و4 من 10 مع عمق 7 كيلو يعني قريب جدا من الارض الشعور بيه بيصبح تقريبا خمسة ونص او 6 درجات كمان ان الاطراق نفسهم قالوا وده هتلاقوه في كومنتات كتير ان الزلزال اللي بيبقى قوته فوق 3 درجة بممكن يهد مباني لان قلنا المباني في تركيا مصدعة مع الانطار مع السيول اللي موجودة ف4 و4 من 10 يعتبر من الزلازل الخطرة جدا في منطقة دربت 19 الف زلزال طيب الخبر موجود تاني اه موجود في اهل مصر وزلزال بقوة زلزال جديد يضرب وسط تركيا بقوة 4 و4 من 10 وهنا جايبينه النساء 11 ونص لخمسة يوم الاربع 11 ونص لخمسة بالليل يوم الاربع 22 مارس اللي هو عندنا في مصر بقى يوم الخميس اه بتوقيت مصر يوم الخميس اه مارس وضرب الزلزال بقوة 4 و4 من 10 ومكاس ريختر مساء الاربعاء او بداية الدقائق الاولى من الخميس منطقة ياشليورت نفس الكلام احنا بس بينبين ليكم ان الخبر صحيح وجاي في كل وكالات الانباء عندنا بقى مهم جدا ان زلزال بقوة 6 ونص ريختر يضرب 4 دول في امريكا الجنوبية و6 ونص ده يعني مدمر يسمى كده زلزال مدمر وده كان يوم الاربعاء 22 مارس الساعة 10 و17 دقيقة مساء بتوقيت مصر هيبقى دخل 12 و17 دقيقة يعني اول 17 دقيقة من صباح الخميس فعلشان هنا بيجيبوا جي امتي او التوقيت العالمي ف 6 ونص درجة يضرب اربع دول في امريكا الجنوبية ده يعني خطر يبقى فيه برضو شيء غريب بتحدث وكشفت مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي ان زلزالا قويا بقوة 6 ونص على مقياس رختر ضرب امريكا الجنوبية اليوم الاربعاء مساء وحسب مؤشر جوجل للزلازل كشف ان البلدان المتضررة من الزلزال هي بوليبيا وتشيلي وبرجوي والارجنتين واضافة ان فيه زلزال الواقع في الارجنتين كان الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وده اللي احنا جبناه لحضراتكم وحسب مركز الزلازل انه وقع الزلازل كذا وكذا فكده فيه حاجة برضو تحدث في العالم واذن الكلام اللي بيقولوه علماء الزلازل الجدد اللي عندهم نظرية جديدة ده معناه ان كلامهم بيتحقق يا جماعة بالزبط بقى فيه نظرية جديدة ونطالب العلم ان هو يكشف لنا هل النظرية دي سليمة ولا لا لان ما قالوا ان في العالم هيبدأ نشهد زلازل من 6 ل7 درجات بكسافة في دول كتير ومنها قلنا مبارح كان فيه زلزال في مصر برضو ما كانش متوقع نهاء انه يحصل في مصر وهو قال هيحدث فاذن فيه يعني شبه حقيقة لهذه النظرية لحين اثبتها علميا والعلماء يعترفوا بيها ولكن لازم نشوفها فربنا يصطرها علينا وعلى حضراتكم ان شاء الله وبإذن الله لكل اللي هيصومه صياما مقبولا ان شاء الله ودايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها واللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء اوعى ما ترددش هذا الدعاء دايما واستنوني فيديوهات مهمة جدا ما تنسوش اللايك والاعجاب للفيديو ما تنسوش مشاركة الفيديو ونشره وعمل شير ليه ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع